يا مرحباً بالكرام بالعود والشادية يا مرحباً بالكرام بالعود والشادية يا مرحباً بالكرام أجمل تحية وسلام لا تشيء أموال حدي أجمل تحية وسلام أجمل تحية وسلام لا تشيء أموال حدي أجمل تحية وسلام أجمل تحية وسلام لا تشيء أموال حدي أجمل تحية وسلام أجمل تحية وسلام اجمل تحية وسلام عزم رجال العظام أهل العود الوثي عزم رجال العظام عزم رجال العظام أهل العود الوثي عزم رجال العظام عزم رجال العظام أهل 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 العظام أجمل تحيييييييييييه السلام موسيقى 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 والدنيا عند العباء الله عزيز في بنادي نقابلنا وحد عنا اللازم من جهدان العوالي واليوم هذا التمان الله يدي من المالي ما نظلم الألعب ورحمة الله الرجل القليل السلام يا عزر في جلط من العيون المعادي يلي على الطالة وأنه ماشي مثل النور بعدي حنا عيال مطيرين في خربك ليانا تلمينادي في وقتنا المقبل وفي الحاضر وفي الوقت القديم الثاني يا حن العباد اللي حصل فيها حنادي مقابلنا وحد عنا اللازم من جهدان العوالي واليوم هذا وقت امان الله يدي من العبادي ما نطلب الا العبو والرحمة من الرب الكريم يا مرحبا ترحيبي من قلبي ومن غاية غوادي يا رب على يال المواقف والحمية والشجاري أنتم وحدنا جدنا وحد لي يا شب الزنادي عباد للمنقمة الحرى لي يا شرق القصير والثاني يا حرى بنا عين التعاب من الرقادي اللي يا تحرى نجيب صبحي وعلا في هجالي والله يدي ما لم نوالي ما نذي كل البلادي والله يذبتنا على غطاط صراط المستقيم وانم من قبل الحرى لي يا شرق القصير وانم من اتفالي وانم من قبل الحرى وانم من قبل الكريم وكاني يا حنى العباد الله حصل فيها حنادي نقابلنا وحبنا للاسل ما تحتنا حوادي واليوم الآخر وكما الله يدي من العبادك نحط لبا للعفو والرحمة من أرضا بالك يا مرحبا ترحيب من قلبي ومن غاية بوادي يا ربعنا يا أهل المواقف والحمية والشدادي أنتم وحدنا جدنا واحد لي يا شب الزنادي عبادل من قمة الحرى لي يا شرق القصيم والثاني يا حرابنا عين الكعب من أرقاتي اليات حرنا نجيب صبحي ولا فيها جادي والله يدي ما لمن والإيمان في كل البلادي والله يثبتنا على خط الصراط المستقيم يا ربعنا عين الكعب من أرقاتي حدو stayed بالداء اشتركوا في القناة يا مرحب بالجميع الله يحييك يا هلو يا مرحب يا مرحب بالجميع يهلو سهلة يهلو سهلة يهلو يهلوrent استريحوا هناك وعاانهو بسم الله الرحيم والرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أيها الحفل الكريم في منزل الشيخ عواض بن عوض بن صويلح العضيلة ركن مطير بمناسبة تكريم الشيخ معيض بن سالم القطافي الهجلة وأبنائه وصحبه الكرام نرحبكم أجمل الترحيب وخير بداية لكل بداية أيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها الشاب عبد الله عبد الكريم اليابسي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم كلمة بهذه المناسبة مع صاحب المناسبة الشيخ عواض بن عوض بن صويلح العضيلة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا أحياكم الله جميع ويا مرحبا الكلمة والله ما أدري بعد شفتكم ضيعت الكلام اللي بقوله ولكن الكلام اللي في خاطر شوفتكم وأحب أنوه أشكر الشيخ معيض بن سالم القطافي وأبنائه وعلى رأسهم أخوي أبو تغريد محمد شكر جزيل لوفائهم ومشاعرهم الطيبة بتلبيتهم لهذه الدعوة لنتخصهم كما أشكرهم الشكر الجزيل لأنهم تجملوا بشيخ بشيخ جمنا بحضور معهم وهو سعادة اللواء حسن بن خاتم أنفيعي واخوي العميد عبد الله العصيمي ومن أتى معهم فالشكر وأشكر الله سبحانه وتعالى الشكر الأول لله سبحانه وتعالى على السلامة لأخوي سعادة اللواء حسن أنفيعي فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي منى عليك بالشفاء وأطرعك بالسلامة وشفناك بينا وبأحسن حال ولله الحمد أما الثاني فأهنيك على الترقية إلى سعادة اللواء شكرا والتهنية واصلة من كل الأعماق على الترقية كما أهنيك على المنصب الجديد فهو نائب لمساعد مدير شرطة جدة فشكرا وتستاهل وإن شاء الله أن تكون حافز لك في خدمة وطنك وفي خدمة المسلمين ولك الشكر والتقدير كما أعيد وأرحب بالجميع أهلا وسهلا أحياكم الله فردا فردا بدون أن أذكر أسماء من خوف أني أعد أحد وأغلط في أحد ولكن أقول الله يحييكم وأبرك الحزات في صحراء قاحلة زانت بشوفتكم ولنا مربعها اليوم أربيعها أنتم الله يحييكم جميع والشكر لله سبحانه وتعالى ولدولتنا العزيزة الدولة التي نستظل في ظلها وننعم بنعمتها وأمنها فإن دل شيء في هذا التجمع الذي في صحراء يدل على النعمة والأمن وهو نعمة الأمن والأمان عسى الله يحفظ بلادنا من كل سوى مكروه ويحفظ الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي ضيوفي الكرام اللوى حسن ابن خاتم النفيعي له علينا واجب فالواجب الأول ترقيته إلى اللوى وتعيينه نائب مساعد لمدير شرطة جدة والواجب الثاني تروحه من المستشفى وأتمنى طر عمرك أن لا يخيب أملي في هذا الشيء وبجعلها مناسبة وحدة وأبترك الأمر لها الآن ويعطيني الرد عزيمة لك واجب يا حسن والواجب أباك تعطيني ردها الحين أبعطيك خمس دقائق عشر دقائق والله يحييكم كلكم نشكر الشيخ عواض بن عواض بن صويل العضيل همطيري على هذه الكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة ولا يستغرب الطيبة من أهله والله ما تقوم والله ما تقوم والله ما تفضل حاني جعل قليدا لكم بيننا أجب رحاتكم أتمنى أنا من المحل طول عمرك جميع أنت واحد يخلت أنت أنا لديكم أقول أقسم بالله العظيم أن الله أنم معيد وقلت غرابات أقسم بالله أنم يعيد أنت فوق حسن أنت فوق حسن ولكن والله العظيم أخبر مني موعد أبشن علمي عشنا بعلم الرئيجي أبشر أبشن علي نشوف قال لي أنا شوفه طرام راك حدد نعم صحيح أي وقت هذا ما عندي مشكلة أي وقت ما تهمادي حدد هنا؟ حدد براسك مرة براسك إيضا الله وجهك أبشد أبو خالد بو خالد الشر يكيد عنده مشاركة موسيقى الله يمسيكم بالخير جميعا ويكثر خير مع زيبنا مطير الكبير والصغير منهم على رؤوسنا تيجان جميعا وأنا تكرم وعزمنا بو مشعل محددنا لسبوع الجاي وخوينا عبدالله عنده ظرف من أول أحاول بو مشعل أني أجل الموعد وكاني متردد وأنا بعلنها الموعد الجمعة الجاية لا يوم الخميس لا لدى الجمعة ما هو الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده واسمحوا لي بيت شعر والله لو يسام مني مليون أني ما بيعه هذا في محاور بيني وبين محمدا محمد يرحب يقول يا مرحب ترحي بحش ما هو مقدار في ليلة تزوى ثمانين ليلة رديت على بيتنا الآن موجود أقول دام البقع يا عزويت تشعل هالنار في مجلس ما فيه نفس انذق الله في مجلس ما فيه نفس انذق الله أنا عتيبي وكثير صحابي يمطار ورقابهم روز الجبى للطويلة ورقابهم روز الجبى للطويلة كافوا بالجميع سلام دقيقة دقيقة أول شيطر عمرك الله يحيي الجميع حنا عزمنا بو خالد الخميسة اللي بعد يوومين وقد أترك فيه أبشر 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 أبو فيصل أبو فيصل أبو فيصل حنا عزمنا بو خالد الخميسة الجايل اللي بعد يومين وبو خالد طل عمرك من محبتها للجميع بيظله وجهه لأجل زميلة عبدالله العصيمي اعتذر لأنه عنده ارتباط وزواج وإن شاء الله يكون هو المزوج وإن شاء الله ما حد يسمعني من الناس الخاصين حتى لا حد يسأل علي ولكن نقول بيض الله وجه أنه والله بغينا نمشي عزيمة أبو خالد وعزيمة أبو أخوي عبد الله أبو رأى التلحق ولكن أبو خالد أصر وجمعها سواء على كل حال الحاضرين آل عشاء يوم الخميس الموافق 11 أربعة إذا ما خاني التعبير في التاريخ الأسبوع الثاني الله يحييكم وأنا ودي أحطها في محل خاص استراحة إن كان يسمح لي أنا لك أنت الدعوة هذف برعاكم ما عندي مشكلة الموقع هنا الله يحييكم عند البل عطي الله الناس يبون عندها قريب فمرحبا بكم ولا الاستراحات موجودة وتعرض انفسها والقصور وتعرض انفسها والله إنها مفروشة من أغلى موكيت وأغلى فرش وإننا نختار البر عليها والله يحيي الجميع يوم الخميس يوم الخميس الثاني اللي ما هو بكرة بعد بكرة لبعده الله يحييكم الله يقويك الله يقويك أبو مشعل ودائم سباق للخير الله يعطيك العافية لا يفوتنا أن نهني سعادة اللواء حسن بن خاتم من فيعي بالسلامة واسأل الله العلي القدير أن يلبس ثوب العافية قلوا معي أمين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة وإن من البيان سحراء يتشرف هذه الليلة مجموعة من الشعراء مشاركة بهذه المناسبة مع الشاعر شاهر ابن ريشيد العضي الله فليتفضل هادي أبيعاتي بس لا ما يجب بالله مساكم الله بالخير جميعا مرحبا عند شيخ ما تحدد خصاله فيه منحات مطاي وصوف وحلايا وبمشع ذرا اللي في الزمان يعاناله عون من شاف من دنياه ويل وزرايا هاي اللي تبون المرجلة والشكالة يا رجال مع الطرقة تحث المطايا وجوها لبو مشع العسى الطيب عقفاله وبشروبه الكرامة وبشروبه العطايا وانت امعيض رعا لوله والجماله انت ساس المروه وانت ساس الحماية شايب بالكرم والطيب واصعياله ولو عياله ما يحتاجون منها الوصايا وارحبو يحتاجون أهل الأصالة وارحبو يهل الفزع السهم المناية وارحبو يهل الشلاوة عد من شخياله يعزاز النفوس واصحيح النواية السلام عليكم صح لسانك وبيض الله وجهك قصيدة بهذه المناسبة مع الشاعر منير بن عواض الهجلة فليتفضل مساكم الله في الخير جميعاً سلامي يا شيخين على العز ممشى ريفا الضيوف ومركز للمناعير سيفا الضيوف ومركز للمناعير عواضب ومشع العالم لا عدمنا من روس عبد الله ومركز للمطير من روس عبد الله ومركز للمطير تلقى الشباب عنده ودالهم سوا والعودة لازرق والدلال المباهير والعودة لازرق والدلال المباهير وعند حليب البلح ومرن منقى من دونها وقفك ما سالمزير من دونها وقفك ما سالمزير وكل الخصال الطيبة ما تعدى من دون واجه ما يحاسب المخاسير من دون واجه ما يحاسب المخاسير وحنم طير أهل الثلاثة لمسمى ما عليكم زون مركزنا يشبع بهاذيب وطر مركزنا يشبع بهاذيب وطر مركزنا يشبع بهاذيب وطر مجبان إلى الخيف لجاءنا حمينا بمصق قلات يقسمنا الطوابير حريبنا نعطيه درس ما ينساه وصديقنا يلقى ما حبه تقدير وصديقنا يلقى ما حبه تقدير وليعتلم سرجال مهارة لمحاذة عجرماك يسمك سوات المعاصر عجرماك يسمك سوات المعاصر عجرماك يسمك سوات المعاصر وكل القبايا النعم والصدق منجا كل القبايا النعم والصدق منجا أهل الكرام وأهل وجيه المسافر أهل الكرام وأهل وجيه المسافر واليوم في حكمة الملوكة المفدى أهل السعود أهل العديل والمشاهر أهل السعود أهل العديل والمشاهر وصلوا على المختار لنذكر طريا على رسول بشار الخلق بالخير على رسول بشار الخلق بالخير بسلامتكم بيضة وجهك صح لسانك وبيضة الله وجهك قصيدة بهذه المناسبة مع الشاعر حمدان بمعيض القطافي الهجلة فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير الرحب سعادة اللواء حسن بن خاتم النفاعي وسعادة العميد عبدالله العصيمي في محل الجميع يا مرحبا ترحيب تنتبقى على مر العصور تمر لكن ما تمر الله على روس الرجال ترحيب نابع من صدور الضمه قلوب الصدور ترحيبات الخطر قبل سوق المباخر والدلال ريح الحطب يستقبل الضيفان مع ريح البخور كأنه يقول الكلمن مر قلط هنا يا تعال ريح الحطب يستقبل الضيفان مع ريح البخور كأنه يقول الكلمن مر قلط هنا يا تعال مكانكم في العين قدام المباني والقصور ما نوفي يحقوق الضيوف ولو نبركها جمال مكانكم في العين قدام المباني والقصور ما نوفي يحقوق الضيوف ولو نبركها جمال يا مرحبا بعتبها الهيلة لهم في المجد دور العزوة هل مجدها ماضي وحاضر لا يزال يا مرحبا بعتبها الهيلة لهم في المجد دور العزوة هل مجدها ماضي وحاضر لا يزال سعادة لي والعزيز الشعر يعجز والشعور يصف مقامك أنت واصحابك ولك عندي سؤال وشلون بمدح من تضيق مدحها ورق وصطور حسن ولد ختم كسب كلمة نعم في كل حال وشلون بمدح من تضيق مدحها ورق وصطور حسن ولد ختم كسب كلمة نعم في كل حال الحمد لله يا بو خالد جعل ما صبك طهور عسى ثياب العافية ملبوسكم طول الليال شوفتك من بين النشام زاد نور الحفل نور انتهتنا ومسنا ومثلك للقباية الرسمال شوفتك من بين النشام زاد نور الحفل نور انتهتنا ومسنا ومثلك للقباية الرسمال سعادة العميد عبد الله مداخن الصدور صقر على العلية علمك رهرس الجبال نعم ونعم نعم سعادة العميد عبد الله مداخن الصدور صقر على العلية علمك رهرس الجبال يا مرحبا في حلة المطران مشبعت الطيور مطر حمران النواضر طيبهم مضرب مثال يا مرحبا ترحبت تبقى على مر العصور تمر لكن ما تمر لا على روس الرجال نشكر الشاعر حمدان ابن معيض بن سالم القطافي على هذه الأبيات والإنشاد بيض الله وجهه ولا يستغرم من مكانة الشاعر حمدان القطافي قصيدة مع الشاعر عبد الكريم اليابسي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيض الله وجهك يا أخونا ابن معيض على هذه الشيلة بيض وجينها بالضيوف ويا مرحبا بالضيوف بسم أبو مشعل يا مرحبا بالجميع يا أهلا وسهلا يا هجوس الشاعر نبغى منجزال يا هجوس الشاعر نبغى منجزال لا تجيب اليردي ولا الهزيل هاتلي من كل من يسمع مقاله هاتلي من كل ما يسمع مقاله صفق بكفيه ما يبغى بديله بمدح اللي يطيب رأسي من خواله بمدح اللي يطيب رأسي من خواله أبو مشعل راعي اللي من الطويلة هالكريم اللي محس فيه رياله هالكريم اللي محس فيه رياله أشهد بالله ما كفه بخيله أشهد بالله ما كفه بخيله لا لفاه الضيف جبغ لحلاله لا لفاه الضيف جبغ لحلاله ورحبه بضيفه يا محلة هليل ورحبه بضيفه يا محلة هليل وليت غارم من جزر رعي جزال ونعم مليارين ياركنا القبيلة ونعم مليارين ياركنا القبيلة ما يتحاقر كل مخلوق نعنال البطل عواظ كالسبن نفيل ورد رعيه مع الشاعيال ولك رمض يوفه وماشي بالفشيل لا دع أهل العرف دائم لا دع أهل العرف مجلسه الحال طول وقته جال سلم على الحلين تم تصل على رعيه رساله النبي الهاشمي رعيه الفضيلة وسلامتكم صحبه ده مشاركة من الشاعر محمد بن معيظ القطافي وهي من أبيات الشاعر الكبير الشاعر معيظ بن سالم القطافي الحجلة فل يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع في محل الشيخ أبو مشعل جايل عامر دائم يا شاعر والعون من رب المعونة جمّل الرجال المواقف والجميلة جمّل الرجال المواقف والجميلة جمّل الرجال المواقف والجميلة من الجبال الشام خاسقنا لحونه لين راك نمطير عاو وضل عضله ألا لا لا يا لا 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 يا لا 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 أين راك نمطير عاو من الجبال الشام خاسقنا لحونه لين راك نمطير عاو وضل عضله راك نمطير عاو وضل عضله راك نمطير عاو وضل عضله يا أم ذاك المجلس اللي يمطير عاو وضل عضله تذكرونه موقع معروف ما يبغى دليله يا أم ذاك المجلس اللي يجعل عاو وضل عضله يذكرونه موقع معروف ما يبغى دليله يذكرونه موقع معروف ما يبغى دليله بيت عامر والنشام يدلونه يدلونه كل يوم وكل ليله التركي يدلونه كل يوم وكل ليله يدلونه كل يوم وكل ليله بيت عامر والنشام يدلونه يدلونه كل يوم وكل ليله يدلونه كل يوم وكل ليله بيت عامر والنشام يدلونه كل يوم وكل ليله عند الشيخ في المواقف يجدونه ركن ثابت كل حمل يرتكي يدلونه كل رابع فل وازم ينتخونه مزبن جت المواقف الثقيلة لا 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 مزبن والجميلة جميل رجال المواقف والجميلة لا 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 يا لا 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 جميل رجال المواقف والجميلة من الجبال الشام خاسقنا لحونه لنرك نمطرع وظلع ضيلة لا 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 يذكرون موقع معروف ما يبغى دليلا موقع معروف ما يبغى دليلا يا لالالا يا لالالا يا لالالا أبغى دليلا بيت عامر والنشام يدهلون يدهلون كل يوم وكل ليلة يا لالالا يا لالالا يا لالالا يدهلون كل يوم وكل ليلة عند شيخا في المواقف يجدونه وكنثابة كل حمل يرتكيله يا لالالا يا لالالا يا لالالا ركنثابة كل حمل يرتكيله يا لالالا يا لالالا يا لالالا ركنثابة كل حمل يرتكيله كل ربع فل وازم ينتخونه مزمن جات المواقف الثقيله يا لالالا يا لالالا يا لالالا ركنثابة كل حمل يرتكيله يا لالالا يا لالالا يا لالالا ركني مطاري عوضة لعضة تركيا ركني مطاري عوضة صح حلسان الشاعر معيض بن سالم القطافي وبيض الله وجه شاعرنا المنشد محمد بن معيض الطافي ونلقاكم إن شاء الله في فن المحاورة بعد فترة العشاء ونتمنى أن نقدمنا ما يليق بحضوركم جميعا والسلام عليكم عفوا يعذرني الشاعر عايض بن سفير المرزوقي له مشاركة ويعذرني والله أنا نسيت السهول قصيدة مع الشاعر عايض بن سفير البقمي فليتفضل هي لونها قصيدة وين الجهاز يا ويه تعال حرك الجهاز يا تعال حركوا حركوا ما تسمح ما عمرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في صوت هذا حنى من اليوم كذا مرة هي ما هي بقصيدة يا جماعة لو سمحتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصيدتي ما هي بقصيدة لو إنها قصيدة جت مع القصيدة الأولة لكن ما أنا بيات وأنا جالس محبة مني لهذا الرجل الكريم الكريم وجه الله حسب ما يقوله وقل حنى أبيات وأنا جالس أربع أبيات لا أكثر من الأقل بقولها بصوتي والجميع يفتحون أشدك في أبياتي أربع أبيات فقط يا لالا له يا لالا واهل واهلال عبر الجزيرة وعواب ريكات بعلن و بعممي علاني علاني لعل يفدل بطوار عواض من يرخص الضيف والعاني من يرخص الضيف والعاني يرخص الضيف والعاني عواض قرمن بجوده فاط مثل البحر طيري حوراني البحر طيري حوراني البحر طيري حوراني في كل ما قف وليه مركض بقلها الله لبينها لبطال عين واني لبينها لبطال عين واني في كل ما قف وليه مركض لبينها لبطال عين واني لبينها لبطال عين واني ركن اللي رابعي وابا وارقينات ومطير ذاربين لاي اي مواني لا 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 مطير ذاربين لاي اي مواني معاكم زود معاكم زود وانا بقيمي فالشتاء معاكم زود وانا بقيمي فالشتاء فالشتاء والقاط بلتذب ما ينطق السواني بلتذب ما ينطق السواني وانا بقيمي فالشتاء والقاط بلتذب ما ينطق السواني بلتذب ما ينطق السواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنك فخر يا أبو عبدالله قبيلة اعتيبها الهيلة لو نشوي فيها معلقات من القصائد لا نوفي قدر هذه القبيلة قصيدة في قبيلة اعتيبها الهيلة مطلوبة من الشاعر شاهر العضيلة فليتفضل هذه القصيدة في الشيخ محمد بن ناصر بن عقيرة الله يمسي في الخير راتس بللي بث من ما تدور به بديل لا ذكرت الله ودقيت سلفه ما تخاف قل نويت وحسبنا الله وهو نعمل وكيل لا يجي في القلب عندك تغير وارتجاف تدري أن الجيب عبره مع الخط الطويل انتمح لصر خطرك وليأطاف طاف جيب لكزز في نظام الجيوب آخر مديل يربك السواق لصارف الخط طنع طاف ما ورد في المملكة غير في شركة جميل آخر التصميم الفلسفة والاكتشاف لا تحدر تقنج من محول من سحيل بس مثل المصطرة لا قفيت من الخلاف سن وجه الاعتدار ربته الطرف الكحيل من دلعه كل من ناظرة يم التعاف ما نقل ملكيته واحد دخله قليل لان يدفع ربع مليون من زرق الألاف الجيوب مر من عنده عابر سبيل شكل اللي في طريقه تجمع وصطفاف مستحيل يعاندنه فوق المستحيل تقل يعطيهم مثل ما يقولون المصراف يعني دي بفوق من مركبة يشفى الغليل ودي أكلفكو بداخل الطبلون قاف لا تهاون مع الموترك حمل ثقيل فارسوا واقف بعض المكاتيف الخفاف نحر ديرة اعتابهم زبن تدخيل يوم أقفات الرياجيل بحدود الرهاف قال خصة لتبيه قلت لمحمد عقيل المقاطية اعترف لها للطيب اعتراف راس من روس الرياجيل والفعل الدليل ينطحون الكود وعزومهم ماهي ضعاف ما تهاون في المواقف لعزمه زيل لو يمرن في سبع السنوات العجاف شرط من تاقف فوق الصحون فطاح حين ما يبي تعريف في تلك رم دايم يضاف وصل مننا التحية مع الشكر الجزيل ونوصلها لخط خلق سريعا للحرام سلامتكم صح لسانك وبيض الله وجهك تفضل أبو خالد تفضل أبو خالد قصيدة مع الشاعر وابن الشاعر الشاعر فيصل بن ثابت السلمي فلي تفضل شكرا لكم ورحمة الله وبركاته القصيدة في الحفل والله ما جهزنا قصيدة فالحفل ما جهزنا قصيدة ولا دران فيهم زياب ويعذرنا إن شاء الله الشيخ أول لكن عندي قصيدة في قبيلة مطير ومسويها في حفلة الشيخ أبو ياسر خلايفة سلام ومرحبا سلام الله سلام اسلام يا سبقدة صبت الفنجال ألم أنه تشرف الحضور وسعر تقدامه أقول باسم شيخ من مطير وماضي يا الأفعال أبو ياسر لعالف وجود وطالت أيامه مطيري من مطير أهلال وفا يضربها الأمثال ورع الخير طول الوقت يلقى الخير قدامه ورعب درع جنب في مواقفه بدون جدال مطير العاد عبد الله ودرع الشيخ وحزام ورعب درع جنب في مواقفه بدون جدال مطير العاد عبد الله ودرع الشيخ وحزام وانا ربئي سليم أهلال وفا معاكم زو وانا ربئي سليم أهلال وفا ما تنقص المكيال ليهضت مشاعرنا نجيب المأسك وختامه سلامتكم صح لسانك وبيض الله وجهك يا ابو عزيز أنا في الختام اسمحوا لي سعاد تلوة فالختام أشكر الجميع شكرا جزيل وشوي يا ابو أستاذنكم يا ضيوفي الكرام أقدم هدية للشيخ معيض ابن سالم أبو محمد يا ابو عزيز أقدم لك خلفه والله أنا من أحسن نياقي ونياقي حمر وإن شاء الله أنا أبتجيك فاليوم أنا هذه في محلك أنا اللي أوصل إلى محلك هذه هدية مني لك تستهلها لأنك سباك فالعلم الطيب أنت وعيالك فهذه يريدك تقبلها من صد الرحب لأنها جاية تقتل عمرك من خادر طيب يا ابو عزيز أنتو هالحاضرين وجميع من حاضر قوموا على عشاكم الله يحييكم الله يحيي الجميع غريب الطيب مرحة الطيب مرحة الطيب بيظ الله وجهك أبو مشعل ما يستغرب الطيب مرحة الطيب مرحة الطيب مرحة الطيب شكرا